طبعا زادوا الدخان أيضا دخان مليح يزيدونه في الحقيقة لأن الدخان أنا أدعو من هنا إخواني ولي يتابعوني وأنهم يبطلوا الدخان الدخان مضر للعقل مضر للجسد مضر للسنين مضر لكل شيء مضر لمن تعيش معه يلي عندك أولادك وركتتكية فراك تضرهم زوجتك وركتتكية فراك تضرها أمك ولا باباك والناس سكان الجزائرين ديارهم صغار ويبقى الواحد يبقم في الدخان في غرفة والله يهلك في ناس وحدة أخرين ابتعدوا عن الدخان إخواني ابتعدوا عن الدخان دخان ما تربح منه ولا شيء يقول لك نحلي الدمار نحلي لآخر يربع لي راسي هذا وقع معها لازم راسك يتربع بالحق مش بالباطل وينحلك الدمار تنحه بالحق مش بالباطل هذا فساد وهلاك للنفس وراكم تعرفوا الدخان يقتل هنا في هذه البلاد رفعوا الضرائب الأقصى الحدود أعتقد الآن مش عارف كما يسوي ممكن عشرة باوند للباكي يعني تعال مربور والله وربما أكثر عشرة باوند مبلغ هائل ويكتب لك فيها سموكين كيلز ما فيهاش لعب يعني التدخين يقتل وكل ما يباع هنا من تلقى هذه عبارة كبيرة التدخين يقتل وهو بالفعل يقتل يعني فرفعوا شوية في الدخان إذن وشمة وغيرها لكن رفعوا الأسعار للسكر خاصة موسيقى موسيقى موسيقى